أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار ماشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وعنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ورباتا وجنات أرفافا إن يوم الفصل كان ميقوتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت ترابا إن جهن مكانت مغصادا للطاغين ما بابا لا بزين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بعدا ولا شعابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حذائق وأعنابا وكواعبات رابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها نغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوق الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المر ما خدمت يداه ويقول الكافر يا ليت لي كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم تعجف الواجفة تدفعها الوالفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نصرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذا بينا فرعون إنه طرى فقل هل لك إنا أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فعرىه الآية الكذرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فيهدى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكى للآخرة والعولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبردت الجحيم لمن يرى فعما من قضى وعاثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وعما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيها لموساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفاه الذكر أما من استغنى فعنت له تصدى وما عليك أن لا يذكى وعما من جاءك يسعى وهو يخشى فعنت عنه تلها كلا إنا تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة موضوعة مطهرة بعيده سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه من نطبة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماسه فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شاقطنا الأرض شقا ثابتنا فيها حبا وعلبا وقبا وزيتولا ونخلا وحذائق ظلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفض المرء من أخيه وعمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه ووجوه يومئذ مسترة ضاعكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكبارة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار عطلت وإذا الوحوس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المورودة سعنت بأيذن بم قتلت وإذا الصعف نشرت وإذا السماء قشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة غزبت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم دي قوة عند ذي العرش متين مطاع أم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالفق المبين وما هو على الغيب بظلين وما هو بقول شيطان الغواجين فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعترت علمت نفس ما قدمت وأخطرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار الذي نعيم وإن الفجار الذي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطفتين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وجنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مبقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نزيم إذا تسلى عليه آياتنا قال أساطر الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم من ربهم يومئذ للمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي سنتم بي تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي غليين وما أدراك ما غليون كتاب مبقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسطون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مرضوا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون وما أوسلوا عليهم حاسظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كذحا فملاطي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وعما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو زبورا ويصلى شعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسقه والقمر إذا اكتسقه لتركبن طبقا عن قمقه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين شفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يسعلون بالمؤمنين شهود وما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن نبط شربك لشديد إنه هو يبدر ويعيد وهو الوفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كثروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطالق وما أدراك ما الطالق النجم الثاقب انفل نفس لما عليها حاسظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائد إنه على رجعه لقادر يوم تذل الشرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصف وما هو بالهذف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فشوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مساء نحوى سنقنعك فلا تنشى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن تأتي الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصرى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أسمح من تزكى وفترسم ربه فصلى بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وعبقى إن هذا لفي الصعف الأولى صعف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ماصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة آلية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سو مرفوعة وأكواب موضوعة ولمارق مصطوفة وزرابي مبسوثة أفلا ينظرون إلى اللبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى المرض كيف شقحت تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربه أكرمه وعما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربه أهانا كلا بلا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجين يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يتق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية تدخلي ذي عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتها ما العقبة وما أدراك ما العقبة فاتكر قبه أو إطام في يوم ذي مشغبة يتيما ذا مقربة أو مشكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كبروا بآياتنا هم أصحاب المشحمة عليهم نار مؤصدا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وبحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فعلهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دشاها كذبت ثمود بطراها إذ انبعث عشقاها فقال لهم رسول الله ناغة الله وسخياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم تشواها ولا يخاف القباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشاها والنهار إذا تجلاها وما خلق الذكر والأنثى إن شعيكم لشتا فأما من أعقى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وعما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والهولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يشراها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والبحى والليل إذا شجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فغاوى ووجدك ضلا فهدا ووجدك عائلا فأغنا فعم اليتيم فلا تقهر وعم السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحزك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لتصدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أشتن سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرعاه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرعيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرعيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرعيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنشفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديا سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والطوح فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطنئ الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كثروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كثروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البنية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زرزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فعما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وعما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زغتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم وعين لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحقمة وما أدراك ما الحقمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفقدة إنها عليهم مفصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم قيرا هبابين ترميهم بعجارة من سجين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك التوتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبسر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلوا في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيحرى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحقب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد لذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنا ترجمة نانسي قنقر